السلام عليكم معكم محمود من قناة را لايف. جت لرسالة من حد بيشتكي او عايز يرفع قضية على زوجته وفي مشكلة كبيرة وقسا يبالوا البنت عندهم بنت صغيرة فيعني موضوع معقد مش هقولك وعلى كل تفاصيل وطبعا دي حاجات خاصة لكن الفكرة كلها اللي انا بتناولها النهاردة هو انت ليه بتعمل في نفسك من الاول من البداية. الزوجة راحت هربانة معاحت واحد تاني هو معرفش سكتها فين بس اي عايشة مع واحد تاني وقالت لو انا بحب واحد تاني ولازلت على زميته للعلم البنت الصغيرة بنتها حتى ثبتها معاه ومعندهش مشكلة يعني مع الموضوع ده فهو عايز يشتكيها حاجة زي بيت الطاعة فقلت انا فلوسي ما فيش حاجة سماها بالطاعة ويجيب مراتك عندك والحاجات دي يعني بالعافية هي مش عايزة عايش معك ما تعيش معك عايزة طلق طلق فانا يعني رؤيتي في القصة دي بس عشان انا بقى محدد مين اللي بيقرر الم موضوع ده عقلك انت عقلك عقلك الباطن والغير باطن يعني بماغك هي اللي بتحدد انت ملكش تحكم في جسمك غير في تفكيرك وفي موخك وهو اللي بيحرك القلب بقى يحب يكره يعني هو انا شايف الشخص ده ان هو عايز مراته تركع لانه بحبها نفسه فيه او حيل يدفعينه بعد ما راحت لواحد تاني الله اعلم بس واحدة عايشة مع واحد تاني مراتك خانتك او عايشة مع واحد تاني وبتجاهر بالمعبودة او راميه بنتها ولسه بتحبه يا قلبي لسه عايزها فدي برضو ان الحاجات اللي لازم نتك عليها او نوضحها هو ليه الناس بتبقى عارفة ان الحاجة غلط عيني عينك ومع ذلك يقولك بس عجباني عايزها معلش اما لو كانت حلوة كنت عملت ايه يعني السبت مش جميلة يعني قصلي فتوضيحا للنقطة دي تاني ارجع لها انت ملكش تحكم في جسمك كله يعني انت ما تحكمش امت بطنك تشجل تهدم ما بتحكمش امت ارتباب تعمل بتاعك بتعمل ميتحكمش في كرات الدم البيضة تقاوم الفيروسات امت وازاي ما بتحكمش في جريان الدم ما تحكمش في القلب حتى الضخ الدم والازين والبطين يشتغلوا ازاي والعضلة تضغط امت جامد وتضغط امت بطء ما بتتحكمش ابناء العضلات ما بتحكمش في التخلص من الدهون ما تتحكمش في تكتل الدهون ما تتحكمش في معدل نبت الشعر ما تتحكمش في حاجة خالص اشارات الجسم كلها طبعا من مخ حتى ايدك ممكن لو اشارات طلعت من مخ مختلة شوية كده تلاقي ايدك بتعمل حركات لا ايرادية وحاجات مش بتاعتك مفيش حاجة تقدر تضمن انها تتحرك زي ما انت عايز خالص في جسمك انت مخك هو المركزي هو اللي ليك تحكم حضرتك مش بتكلم عليك ايوه المشاهد بس يعني قصدي الشخص المتورد في هذه القصة حضرتك انت ليك تحكم في مخك مخك هو اللي بيحرك قلبك هو اللي بيخليه يروح مع الهوى يمين او الشمال يهو ذاك ويكره ذاك يعني انت ممكن ببساطة شديدة اشرح حالك ان فلان لو عرفت ان هو محترم كويس معاك لو عرفت ان هو الف ظهر الكلام كويس عليك ساعتها انت كده بتحبه كده ليه لانك انت جمعت المعلومات دي ورا بعض في وقت قصير معلومات ايجابية عن شخص واحد وتجهلت الاخرين وركزت معاك اكتر من خبر ورا بعض في وقت قليل وحطتهم في مخك وحطت صورة الصورة دي رحت عكست في القلب حالة حب وعشق لهذا الشخص نقلب الموضوع جبت كم حاجة سلبية من هذا الشخص وجمعتهم في مخك وبعدت استرجاعهم في وقت محدد قليل خمس ست معلومات في يومين ثلاثة عرفتها ايه ده دفل انا قاعدة مع واحد تاني ده قالت عليك كلام وحش ده قالت انا مش عايزة بنته علشان مثلا من وش ومش عايزة يشوفه تاني عرفت انها مقطع امها وامها مش راضي عن اللي بيحصل فاربع خمس معلومات تجمعهم وتعدهم على دماغك كده وعلى مسامعك اكتر من مرة هتلاقي نفسك بدأت تكره وتتغير قلبك بدأت يتلون حسب المعلومة اللي في مخك فالمخ هو اللي بيتحكم في المشاعر يا جماعة وتحريك القلب بقى ان هو يحب او يكره انتو عارفين القلب يعني زي ما في حديث شريف او قدس يقولك ايه ان القلب يعني ايه بين اسبعاء الرحمن يقلبه الافئدة يعني ما بين اسبعاء الرحمن يقلبه هما كما يشاء كما يشاء برضو دي مبنية على اتجاهك انت مش معقول تكون انت بتحب ربنا وربنا يغيب قلبك ده حسب اللي انت بتغذي بايه مخك لذلك بننصح في الدين دايما الاسلامي ان انت ذكر باستمرار يبقى لسانك عامر بالذكر وبتذكر نفسك في مخك فكم معلومة ايجابية عن المولى عز وجل بتخليها في مخك فبينقلب الى حب في قلبك بتتذكر النبي عليه الصلاة والسلام باستمرار فبينقلب الى حب في قلبك لان عرفت عنه معلومات ايجابية وفادتك في حياتك وركزتها في وقت محدد في مخك فخلاص بترسخ فيك انك بتحب الشخص ده لو غابت الحاجات دي عن عقلك فترة هتبتدي الحب ده زي دواس البنزين طول ما انت دايس عليها العربية بتمشي بسرعة اول ما تخف رجلك بتلاقي العربية تتبطأ بالافتراط فنفس الموضوع في المشاعر انت بعيدت عن اخوان النبي عليه الصلاة والسلام وعن هادي النبي عليه الصلاة والسلام وعن الذكر انك تتذكر ربنا سبحانه وتعالى ساعتها بيقل الإيمان في قلبك ويقل الحب لربنا نرجع تاني لحالتنا الحالة دي انت لما تغزي مخك ببعض المعلومات السلبية الصحيحة عن الشخص ده وهي حقيقية فساعتها هتكرهه وتبقى مش عايزه وخصوصا لو حصل احلال لو لقيت حد احسن منه متواجد قدامك وفي اخبار ايجابية عنه او معلومات ايجابية مترسخة في مخك بتتوارد في شكل مركز في فترة قليلة اهم حاجة الزمن مفيش حاجة من غير زمن كل حاجة لازم بتوقيت لو عرفت تظبط هذا الموضوع ساعتها تتخلص من اللعنة اللي اسمها العشق او الحب من شخص انت عارف ان هو اساءلك وعمره ما هيدين لك وعمره ما هيدين لك بالولاء ولا باللي انت عملته عشانه فارحم نفسك يا اخي بكفي نشوفكم على خير في حفظ الله سلام عليكم